طيب يا دكتور الله سبحانه وتعالى يعني توفى رسوله الكريم وكان القرآن كله قد كتب طبعا القرآن كله كان مكتوبا لا توجد آية في كتاب الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكتبت تمام إلا وكتبت وحفظت طيب إذن سيدنا أبو بكر الصديق بقى ماذا فعل ولا عند حضرتك إضافة أخرى لا دعنا نرسة قبل أبو بكر عندنا شغل طيب خطير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى يجعل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة كانت فتحا عظيما ونقلة جديدة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة الدعوة فأسلم عدد كبير من الأنصار على يد مصعب بن عمير قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصعب بن عمير من القراء وكان يسمى المقرئ لأنه كان يقيم مقرأة ويعلم الناس فيها القرآن قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن أمه مكتوم فحفظ عدده من الأنصار كلما نزل من القرآن المكي على أهد النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء شاب أو طفل غلام يتيم اسمه زيد بن ثابت الأنصاري من بني النجار أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وزيد عمره 11 سنة هو اللي بيحكي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأنا ابنه 11 سنة أمه اسمها النوار النجارية الأنصارية رضي الله عنها احتفظت بهذا الكنز لما وجدت من ولدها أنه صاحب عقل بالوغة فلتة الولد دفلتة الولد دا حباه الله حافظة زي عرف الأولاد اللي حضرك بتشوفهم في المسابقات يقول لك الآية دي رقم كذا في صورة كذا كان زيد بن ثابت أشد حافظة من هؤلاء أشد من هؤلاء فزيد بن ثابت حفظ كل آية نزلت في القرآن المكي قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما النبي دخل المدينة أراد بن النجار أن يفتخروا بما عندهم فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار يحفظ ما أنزل الله عليك من القرآن فقال النبي ما اسمه قال زيد بن ثابت فالنبي عمل له اختبار فواجد النبي عليه الصلاة والسلام من صنع الأجيال وكانت النبي عليه الصلاة والسلام عينه ليست كأي عين وأذنه ليست كأي أذن النبي عليه الصلاة والسلام يستخرج من دواخل الإنسان كل شيء يصلح أن يخرج على ساحة الإبداع فوجد في زيد بن ثابت أنه سيكون من حراس حدود هذا الدين فقال له يا زيد بن ثابت أتقرأ وتكتب؟ قال نعم يا رسول الله ده أنت في كميزة تانية مش موجودة عند كثير من العرب الحافظة والقراءة والكتابة فكان زيد بن ثابت هذا الغلام الذي عنده 11 سنة يرافق النبي صلى الله عليه وسلم كظله ويقول زيد فكنت أرافق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نزل عليه شيء من القرآن يرسل إلي فآتي بالدوات وعدة الكتابة ويكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اكتشف في زيد أنه سريع التعلم ثقف لقن يعني لا يجهدك في تعليمه يسمع الكلمة من مرة واحدة لا تعيدها عليه فهذا الولد لابد أن نستثمره وكانت اليهود أصحاب لسان مختلف يتكلمون بالعبرية وبالعربية فقال يا زيد بن ثابت أتعلم العبرانية لغة يهود؟ فقال لا قال ذهب فتعلمها فإني لا آمنهم على كتاب فذهب زيد بن ثابت قال فتعلمتها في خمس عشرة ليلة يا السلام يا نحن عندنا الناس بتخش كلية لغة وترجمة وألسن وتعمل مجسر ودكتورة سنين بقى مترجم قال فتعلمتها في خمس عشرة ليلة فكنت أكتب لرسول الله ما يريد أن يكتبه إليهم وأقرأ إلى رسول الله ما يرسلون المترجم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا زيد أتعلم السريانية؟ قال لا قال ذهب فتعلمها قال فتعلمتها في سبعة عشر يوما رضي الله عنه وأرضاه فكان شخصية متعددة الثقافات متعددة اللغات حافظ لكتاب الله مرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبه كل ما نزل زيد بن ثابت أنا ليه اخترته لأنه كل موقف معانا مهم جدا وطبعا كان عندنا أبي بن كعب الذي صدره النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وزيد بن ثابت ليس كان علم في القرآن فقط بل في الحديث هو في الفقه وكان أعلم الأمة بعلم المواريث النبي عليه الصلاة والسلام قال أفرادهم يعني أعلمهم بالفرائض المواريث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه طيب وأبي بن كعب طبعا كان حتى مرجع للصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكان زيد بن ثابت كذلك يروي بن جرير الطبري في تفسيره أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين قرأ قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم فسيدنا عمر أخطأ في قراءة الآية فقال والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار مش والأنصار فجعل الأنصار صفة للمهاجرين يعني الأنصار خرجوا من القصة باب طول المدينة بقى المهاجرون هم الأنصار صفة والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار فزيد بن ثابت قال يا أمير المؤمنين من المهاجرين والأنصار فقال لا شوف لبس على عمر شوف فايدة أنه عندي الحفاظ بقى صح كده فقال أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين أعلم من الأدب فقال ليس هذا في الكتاب الله يا زيد فقال أرسله إلى أبي بن كعب الحبر يأتينا أبي فقال عمر يا أبي هكذا نزلك قال لا يا أمير المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فقال عمر إذن نتبع أبي ما حدش يتكلم خلاص بعد أبي أكابر طبعا طيب ثم أخذ أبي وفصل لها قال ونظيرتها في كتاب الله كذا وكذا لا أبي حدوت كبيرة يعني إمام مدرسة التفسير والحديث والقرآن في المدينة طيب وعفوا مدرسة التفسير في المدينة طيب ترجمة نانسي قنقر